هي معركة الجميع يجب أن نشارك فيها الجميع يجب علينا جميعا أن نشارك في هذه المعركة كل بما يستطيع الجندي والمقاوم والقبائل المساندة في ما يقدمونه ويصطرونه من أعمال بطولية يشكرون عليها والإعلام جبه الاقتصاد جبه الأمن جبه المجتمع بشكل عام جبه يجب أن تكون هذه الجبهات كلها موجهة ضد هذه الحركة وهذا الفكر إذا لم نكن بهذا الشكل فسيندم الجميع سيندم الجميع نحن نثق بالله كل التقه أن النصر حليفنا لأننا مع الحق والحوثي وحركته على باطل والله لو أننا نعرف بأقل القليل بأن هذه الحركة على حق وتريد للشعب اليمني الخير والأمن والاستقرار لما وقفنا ضدها ولم نقرح طلقة وعاد إحنا في صعدة وفي سفيان لكننا وصلنا إلى قناعة قناعة ليس بعدها أي شيء بأن هذه الحركة لا 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 يمكن أن تتعايش مع أحد حتى لو تسلم والدليل واضح ومشهود الآن من سلموا ماذا يحصل لهم يمتهنوهم ويهينوهم ويفرضوا عليهم الفكر بالقوة الآن لا يعني لم لم نكن نتوقع ولا نتخيل أن يصبح فيه داخل العاصم الصنعة لطمية ونوع ونديب على أشياء من قبل 1400 عام أيش من يعني أيش من فكر أيش من عقول تتربى على هذا على هذا على هذا النهج ويعيده لم أكن نتوقع في يوم ما أن يكون في كلية خاصة باللغة الفارسية في الجامعة العريقة جامعة الصنعة لم نكن نتوقع أن يتم تغيير المنهج الدراسي المنهج الدراسي الذي يعد على نخبة من العلماء والأساد الأفاضل منهج وسطي معتدل يربي الشباب على حب الخير وحب الأمن وحب الاستقرار وحب التسامح وحب الإنسانية بشكل عام ويغير إلى مذهب إلى إلى منهج تعصبي سلالي تدميري تكفيري ترجمة نانسي قنقر